تعالى ونروح بقى لأولمبياد باريس نروح نروح لأولمبياد باريس شايف أنا عارفة أن أنت وكت نظرك في فكرة سمعتك في اللقاء السابق أنك بتقول لا مش شرط أن كل معدد البعثة يقتر تكون عدد المدليات هتكتر أنا بختلف معك في النقطة دي وهي وكت نظر لأني بقول أنه ممكن كل معدد البعثة يكتر ممكن المدليات تكتر لأنا صح يعني لأنا غلط ولا حرق غلط هي وكت نظر يعني لكن ليه أنت ضد الفكرة دي ليه مش متخيل أن كل ما البعثة هتكتر كل ما المدليات هتكتر أو من حقك طبعا تختلف معي وأنا من حقك أتمسك برأيي طبعا ليس بالضرورة ليس بالضرورة كلما زاد العدد زاد عدد المدليات مش بالضرورة هلأ خبير لأ مش بالضرورة طبعا لأنه إحنا في دورات قبل كده كنا عدد كبير جيت على فكرة إحنا أكبر بعثة إفريقية وعربية بتشارك في الأولمبيات وعلى فكرة مش الدورة دي بس في كل الدورات السابقة يعني فيه دولة العربية شقيقة الأهل منها لعب أو اتنين لعبة بالكتير أو يعني يعني واحد أو اتنين بالكتير أنت حتى هزر اللحظة تقريبا 141 لعب ولعب أو 141 رياضي في تقريبا في 21 رياضة تقريبا يعني بعد كيشو مبارح قبل ما أقول قبل ما أجاوب على النقطة دي في حاجة مهمة جدا فتحت هنم بارح في حاجة مهمة جدا فتحتها كيشو مبارح منف مهمة جدا هو ليه كل رضيين مصر بياخدوا مدالية وبعد كده يختفوا لو عدنا على الصوابع هتلاقي عدد قليل جدا خد مداليتين في دورتين مختلفتين وبينتهي بليه دورة ويخلص يعني ليه اللاعب بياخد دورة وبعد كده ما اسمعش عنه حاجة هل ده ما فيش تغطية جيد هل ده اللاعب نفسه بيختلف يعني اللاعب بعد البطولة أو بعد الدورة دي بعد بياخد مدالية الأموره بتختلف يعني كيشو مبارح تأهل من الباب الضيق تأهل في آخر فرصة خد برونزية التصفيات العالمية اللي كانت في تركيا خسر في نصف خسر أعتقد في دورة تمانية واستنى ترضية وربنا قرمه واللاعب وصل للنهائي فلاعب ترضية خد معركة صعبة جدا عشان ياخد المدالية ترضية دي اللاعب حوالي أربع مرشوط تقريبا يعني واكسبهم كلهم واكسبهم فرق سكور كمان برونزية توكيو فلما يجي يتأهل لما يجي يتأهل بعد كده بالصعوبة دي يبقى في حاجة غلط يا إما عند الاتحاد يا إما عند المدير الفني يا إما عند اللاعب فلازم الموضوع ده يتم درسته بصورة مهمة جدا خلاص باريس خلاص يعني اللي زاكر زاكر زي ما بيقوله يعني كمان نفس الخط اللي هو خده خدته صمر حمزة يعني صمر حمزة متأهلة لعبت في ريو ولعبت في توكيو لعبت مصرع هيلة جدا بتعمل اللي عليها بتكتهد لكن إنها ما تتأهلش برضو دي في حاجة يعني في حاجة في حاجة في النص أنا سمعت إنها كانت مصابة وعندها مشاكل في الإصابات وكده برضو هي أخذت نفس الطريق لكنها خسرت من لعبت منغوليا تقريبا متأهلتش مع لعبت منغوليا فكان يكون للأمل اللي لعبت منغوليا دي تصل للنهاية عشان تلعب ترضية وتوصل لنفس خط كيشو لكن لم يحالفها التوفيق فلازم ده ملف مهنجر ما عندهاش فرصة تاني لا خلاص التأهيل خلاص التأهيل بتاني مصرع خلاص احنا تأهلنا بـ 11 لعب ولعب ده عدد كبير جدا ده بقى هاجي لسؤالك هل 11 لعب ولعب دول هياخدوا 11 لعب هي 11 لعب دول سواء روماني أو حرة كلهم ياخدوا ميداليات على فكرة حنى تاريخنا المصري كله ما خدناش ميدالية حر ما خدناش ميدالية في المصرع في منافسات المصرع الحر كله في الروماني واخد بال حضرتك فبالتالي مش الحداشة اللعب هياخده طالما كيشو متأهل وطالما كيشو وقت برونزية وتأهل قريدي مشانا اللي برشحه ده كل خبراء اللعبة في العالم حتى قولك ده مرشح خلاص هل صعوبة تأهل كيشو للأولمبياد بتدل أو بتدزي مؤشر إنه هيبقى في صعوبة لحصوله على ميداليا ولا ده مش مؤشر خالص مش مؤشر بالعكس ده ممكن تددله جرس انزال دفعة ممكن تددله دفعة شوية ممكن تدق عنده نقص الخطر يعني لأن كيشو فعلا أنا ما كنتش راضي شوية عن فضلك فكر التأهيل وإعداده في الفترة ما بعد انتهاء قلبيات توقيت وزي ما قلت لحضرتك بقى المشكلة عنده عند الاتحاد عند المدير الفني عند المدرب ده حاجة تاني لو قلت لك الألعاب اللي انت حسس إنه هم هيقدروا يعملوا حاجة في أولمبياد باريس 20-24 شايف إيه هنرجع تاني وأقول لك إن اللجنة الأولمبية والوزارة قالوا تقريبا من حضار من 10-15 ميدالي باختلاف مثلا بعض أعضاء اللجنة الأولمبية قالوا لا طبعا عند العدد كبير جدا منهم المهندس شريف العليان سكرسيدة عامل لجنة الأولمبية ورجل أنا بصد جدا الفقراء وتحليله والتحاد من اتحادات النكحة في مصر يعني جدا ليه تجربة نكحة جدا فعايز أقول لحضرتك إن هنقول برضو طالما كيشو تقاهل هقولك إن كيشو ممكن يكون مرشح على خلفيته القديمة على إنه ما ياخد مدالي قبل كده أحمد الجندي تقاهل هقولك إن أحمد الجندي مرشح إنه ياخد مدالي على أساس فضية على أساس فضية عندنا مانجم الزهب للرياضة المصرية رفع الأسقال رفع الأسقال الناس كلها وكلنا أملنا في رفع الأسقال إنها ممكن تاخد مدالية أو اثنين فقط إن احنا بحرمنا من وجودهم في طوكيو في طوكيو رفع الأسقال في خبر في خبر اتقال أحد الصحفيين الصينيين قال خبر مبارح أو كتب على صفحته خبر مبارح إن وزن سارة سمير ووزن نعمة سعيد ووزن كريم كحلة مش هيلعب فيه لعيبة صينيين وهو المنافس الأول لرفع الأسقال هو الصين بحط الصين بحط أي دولة بعد جد ليه مش هيشاركوا فيه كوتا المسموحة لكل دولة ثلاث لاعبين وتلاث لاعبات فالصين متأهل في كل الأوزان متأهل مثلا بستة ستة وستة فبالتالي بيختار ثلاثة من المؤهلين بعكس زمان زمان كانت تأهيل بالكوتا بمعنى أن مصر لها ست مقاعد فتيجي مصر بعد كده تختار ست مقاعد دول أو ست أماكن دول تختارهم ماذا تختار في أي وزن هي عايزية دلوقتي اللاعب يتأهل بإسمه اللاعب يتأهل بإسمه ده نظام أول مرة يتطبق الدورة دي نظام له عيوبه وله مميزاته عيوبه أنه ممكن يتأهل بإسمه ده لا قدر الله من أي مكان ممكن يحصل له إصابة ولا حاجة فبالتالي مش اتحرمت الدولة من المقاعد ده مميزته إيه؟ أن دايما اللاعب أتعرف بعض يعني صارة عارفة مين لها يروح نفسه كريم كحلي عارف مين لها يروح نفسه فبالتالي بيشتغلوا على النقطة دي كمان بيبقوا اللاعب دايما تحت المنظر احنا عارفين نرفع الأسقال أكتر لعبة فيها مشاكل في المنشطات أكتر لعبة فيها مشاكل في المنشطات يرفع الأسقال فبالتالي اللاعب دايما لازم شرط شرك مثلا في خمس بطولات أو يسجل اسمه في ست بطولات يلعب ثلاثة وممكن يتسجل بس وعمل عبش بس لازم يسافر فبالتالي هو تحت أنظر الواضة يا امكفحة منشطة دولة عن منظمة دولية المكفحة المنشطات فبالتالي اللعبة تبقى خايفة فزي بقولوا بلغة الرياضة كده بيبقى اللعب مضيف فانا عارف المنافس بتاعي وضمن اللي هو بالنسبة كبيرة جدا مش وقت اي مكملات او اي محظورة او اي منشطات محظورة فبالتالي لما كده اقولك ان شاء الله بإذن الله صار رايحة الدورة دي خلي بالك انه هو لسه الاعلان الرسمي من الاتحاد الدولي يوم 24 مايو الشهر ده بالاسماء خلاص هيتم الاعلان عنه فبالتالي صار كانت داخلة واحنا بنقول ان شاء الله صار تقدر تنافس على مدينة 103 دلوقتي بعد لو القرار ده صح او التكهنات اللي الصحة في الصيني قالها صح مهمتها بقت اسهل اقولك انها تنافس على الميدالة الزابية ان شاء الله لان صار مسلا الابطال اللي معاها بيشيلوا مثلا في الخطف 120 صار بتشيل 117 118 فممكن تشيل 120 صار متميزة جدا في الكلين والنطر يعني الابطال اللي معاها بيشيلوا 150 151 صار تقريبا قرابي جدا من الميزان ده صحيح نفس الوضع النعمة نعمة بعيدة شوية عن اللعبات اللي هي نفسها ولكن ممكن تدخل في المنافسة دلوقتي كريم كحلا فيه منافسة صعبة جدا من لعبة ايطاليا من اكتر من كولومبيا من اكتر من دولة يعني ولكن ممكن ليه لا وانا دايما توقعات بتبقى علشان ما عنديش ثقة قوي في الترشحات حتى فيها على فكرة بالمناسبة في اتحادات كانت زمان تقولك لا انا هلعب مثلا دور الثمانية انا هلعب دور الاربعة ماقولش هياخد مدالية عشان ما يتحسبش لما ييجي عشان ما يتحسبش لما ييجي اكمل بس النقطة دي اه فبالتالي انت انا انا توقعاتي انه ممكن حد يطلع من برضه من الدارة دي من دارة المرشحين الاعتياديين اللي احنا متعودين عليهم اللي هم الناس كلهم طيب غير المسارعة والخماسي والورافة الاثقال عندك العب تامية متوقع فيها فرط اليد هذه هي الفرصة الاخيرة لحصول منتخب اليد على ميدالية في الوليبيات ليه بقول كده اه اكتر عدد اكتر عدد اولا جيل واخد على الفوز جيل كان قريب جدا في الدارة اللي فاتت من الحصول على ميدالية في طوكيو اكبر عدد من المحترفين اكبر عدد من المحترفين صحية عملية الاحلال والتجديد بتبقى عملية الى حد ما بتاخد وقت شوية الجودو والتايكوندو ما عندكش الجودو لسه لم يحسم التأهل فيه ممكن مقاعدين بس لكن لم يحسم لم يحسم التأهل حتى الان تايكوندو بنفس فكرة كيشو ونفس فكرة احمد الجن ده وليك سيف عيسى واخد برونزية في طوكيو فبالتالي هو احد المرشحين للحصول على ميدالية اخيرا توقعك ليه عدد الميداليات يا رب ناخد بس انا اتمنى ناخد عشرة خمستاشر عشرين بس انت متخيل من اربعة لستة يعني ممكن اقلم كده كمان يا شيخ تفقل شوية انا متفايل جدا والله بس نحن نجيب الاربعة انا متوقع من اربعة لستة